أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بشدة قيام ميليشيا الحوث الإرهابية تابع لإيران على اختطاف الناشط الإعلامي وصنع المحتوى عبد الرحمن البيضاني من منزله في منطقة السحول بمحافظته إبو إخفائه قصرا على خلفية تناولاته ضمن سلسلة من الاختطافات التي طالت مؤخرا للمئات من السياسيين والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي وهضح معمر الإرياني في تصريح صحفي أن هذه الاختطافات ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد كل صاحب صوت وطني حر في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها والذين يمارسون حقهم في نقل الحقائق والكشف عن ممارسات الميليشيا القمعية واعتزازهم من تمائهم الوطني واحتفالهم بالأعياد الوطنية بهدف طمس الحقيقة وتضييق الخناق على حرية التعبير وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الممارسات الإجرامية التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والضغط على الميليشيا الحوثية لإطلاق الصحفيين وكافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية دون قيد أو شرط وضمان حقوقهم وحمايتهم من هذه الممارسات الإجرامية والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية عالمية